هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك لما رأى تزوج ولبس كذا المعصفر وحطط ريحة قال له ما هذا يا عبد الرحمن قال تزوجت يا رسول الله تزوجت امرأة من قريش او تزوجت امرأة قال بكم امهرتها قال على وزن اقية من ذهب او بيضة من ذهب بيضة من ذهب ما تعرفش كام البيضة كم وزنها من ذهب فقال النبي بارك الله لك في صفقة يمينك او في يمينك فقال عبد الرحمن والله ان كنت لا اظن اني لو قلبت حجرا لوجدت تحته ذهبا اول ما وحدة زواجة ام كلثوم بنت عدبه ابن ربيعة تاني وحدة ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط ام كلثوم بنت عدبه ابن ربيعة انجبت له سالم الاكبر وسالم هذا مات قبل الاسلام اما ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط اول من انجبت انجبت له محمد لهذا كان يكنى باب محمد انجبت له محمد وابراهيم وله اولاد كثر رضي الله عنه وارضاه اقول كان عبد الرحمن برا بامه لما ماتت امه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اني اريد ان اعتق امي او اتصدق عنها يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اني اريد ان اعتق امي افاعتق عنها قال أعتق بعض أهل العلم قال هذه اسمها سنة العتاقة أو العتاقة لكن العتاقة غير اللي احنا نعرفها عند العرب العتاقة المعروفة عند العرب من المسلمين في هذا الزمان ومن قبل أزمان لا أصل لها في الدين ولم تأتي لا في سنة ولا في فعل السابقين الأولين إيه هي العتاقة اللي هم بيعملوها العتاقة يقولون يجيبوا مجموعة من الشيوخ أو القراء يقرؤون القرآن للميت أو في بيت الميت وخصصوا سورة قل هو الله أحد خصصوا قراءة سورة قل هو الله أحد وهذا الكلام لا أصل له ولا أساس لا في دين ولا في شرع يقرأ قل هو الله أحد وهناك حديث باطل يقول من قرأ قل هو الله أحد أربعة آلاف مرة أعتقى الله رقابته من النار أو شرى نفسه من الله عز وجل لكن العتاقة التي أخبر بها عبد الرحمن هي أن يعتق عنها رقابا ويهب ثوابها هذه الرقاب لأمه وهناك دليل صحيح على أن الصدقة تصل إلى الميت وعلى أن الدعاء يصل إلى الميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به من بعده أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكن الصدقة تصل كما في الصحيح من حديث سعد بن معاذ أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماتت أمي أفأتصدق عنها قال أتصدق عنها وفي صحيح البخاري أن رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أمي افتتلت نفسها افتلتت نفسها أي ماتت فجأة بغتها ولو أنها بقيت لأوصت بالصدقة أفأتصدق عنها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدق عن أمك فهذا صحيح